والعافية نمضي ونتواصل معكم مشاهدين العزاء عبر صباح الشروق على الهواء مباشرة ومن الشايقية إلى دار حمد بشمال كردوفان يتواصل معكم تجواننا عبر كبير صباح الشروق تتشكل ولاية الشمال كردوفان من مجموعة من القبائل التي تكون نسيجها الاجتماعي منها قبائل مستقرة وأخرى متنقلة بحثا عن الماء والكلة لثروة حيوانية طائلة فهي تضم قبائل الحمر في غربها والبديرية والشباحات والشنابلة في جزئها الجنوبي دار حمد والمجانين في وسطها وقبائل الجوامع تحرس البوابة الشرقية للولاية أما القبائل الرعوية فهي تتربع على مساحة واسعة من إقليم الصحراء وشبه الصحراء في شمال الولاية تربى الإبل بصورة أساسية بالإضافة إلى الضأن الصحراوي والأغنام وهي قبائل الكبابيش والهواوير والجبال البحرية والكوهلة قبائل دار حمر تعد من أكبر القبائل في كردفان تضم أربع محليات هي النهود، أبو الزبد، غبيش وودبندا تمتد سهولها خضراء في فصل الخريف وتتجمع قبائلها المتنقلة في بادية المجرور بمحلية غبيش حيث تقام الاحتفالات بالمناسبات الاجتماعية لسيما الأعراض وتتناثر البيوت والهواديج في مظهر جمالي أخاذ تحفها الخضرة من كل جانب قبائل دار حمر وبحسب أهلها ينتمي نسبها إلى سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب وتنقسم إلى فرعين كبيرين هما العساكر والدقاقيم ومنها تتفرع شجرة القبيلة التي تضم عشرات القبائل المتفرعة ولأمير القبيلة مكانة خاصة عند الحمر فهو رأس الحكم في القبيلة يعامنه الشراطي وهم في مستوى العمد في القبائل الأخرى ولدى زيارته لأي فرع من القبيلة يستقبل بالحفاوة والترحاب ويوقف كل شيء في تلك اللحظة للاستماع إلى الأمير ولأن أمير قبائل دار حمر هو أمير أمراء القبائل في السودان فهو محل حفاوة أينما حل هذا البيت عند العرب الروحل هو المسكن الأساسي يسمى بيت الشقاق ولعل التسمية جاءت من كونه يبنى من الشقاق التي تنسج من الصوف والوبر وتزين هذه البيوت بكل أنواع الزينة التي تصنع من الصدف والخرز والجلود الملونة ورش النعام وهي لوحدها تمثل معرضا تشكيليا متنقلا في رحلة النشوق والدمر هذه اللوحة الجمالية التي تشكلها مجموعة الهوادج تمثل واحدة من مظاهر عروبة هذه القبيلة الواحدة منها تسمى الجحفة وهي تنصب على ظهر الجمل الرزين المؤدب والمدرب على السير بها في هدوء إكراما للمرأة البدوية وحفظا لها من أي مؤثر خارجي تسيره تحت حراسة فرسان القبيلة في رحلة النشوق هنا في بادية درحلة الحمر الإبل تمثل كل شيء بالنسبة للعرب الروحلة من لبنها غذائهم ومن وبرها بيوتهم ومساكنهم وهي التي قامت في سبيلها حروب وخصومات كما أنها بذات القدر مصدر سعادتهم وفرحهم وفأل خيرهم لحياتهم اليومية تستحبذ على مفردات الأغاني لديهم وساعيها يوصف دائما بالشجاعة الفطرية والكرم رغم اتساع الرقعة الجغرافية التي تسكنها هذه القبيلة إلا أنها ما زالت تعيش في ترابط تام وامتثال لعمرة زعيم القبيلة تبرز سلطة الإدارة الأهلية في أبهى صورها لتعيش بوادها آمنة مستقرة ترجمة نانسي قنقر